باترس كارترون المدير الفني للنادي الآلي ودع جمهور الأهل الحياة بحاجة أولاً مش جديدة على علاقة المدربين الأجانب بالنادي الآلي ودي اللمسة الحضرية اللي بنتمنى الجميع ياخد باله منها علاقة العمل أي عمل بتبدأ وتنتهي الرجل اللي تكلموا عنه أنه هو حزين وأنه هو مصدوم وأنه زعلان هو بنفسه في تويتر له على تويتر وجه هذا الشكر للجمهور وكتب حتى بالإنجليزي مش بالفرنساوي الجمهور العزيز أصدقائي من الصعب اللي الليلة أن أخبركم كم أحبكم من أعماق قلبي لقد كنت أعيش حلماً أصبح حقيقة معكم كان حلمه أنه يدرب الأهل نحن نقف عند كل حاجة من دول سامحوني لعدم الحصول على الكأس أتمنى لكم جميعاً الأفضل يلا يا أهلي وحتى كاتبها كده يلا يا أهلي ده الوداع الراقي جداً واللي بيعكس حجم التأدير من قبل النادي الآلي مع مدرب أجنبي عمل فيه صحيح النتائج في الأمطار الأخيرة ما ساعدتهوش صحيح أنه المردود العام ما كانش على الدرجة المرضية صحيح أن التقييم ما جايش في صالحه عشان كده تم توجيه الشكر ليه لكن حتى اللي استوقفني يا باشموندس الأستاذ خالد درندال هو بيتكلم على لما بلغه الراجل قال له أولاً أنا بشكرك أن أنت اللي بلغتني كمسؤول في النادي ما سبتنيش أعرف ده منبرع يعني أنا كون أن أنا أعرف الخبر بشكل مباشر منك كمسؤول أنا بشكرك على هذا التأدير مدرب الأحمال المسألة باحترام شديد جداً وبسعة صدر يعني ما كانش فيه مفاجأة بالنسبة له لكن كان فيه تأدير أن أنا فعلاً ما فيش توفيق استخدم حقه القانوني في الحصول على مستحقاته ودي هنيجي لها لكن الرجل هو بيقول كنت أعيش حلماً أصبح حقيقة بصة سيد زبراهيم في العلاقة اللي على مستوى اهتمام الجماهير زي كرة القدم والأندية زي النادي الأهلي والمدربين أما يكونوا أجانب بتعكس لك المؤسسة دي مشى صح والغلط منضبطة ولا مش منضبطة بشفافية ولا مش بشفافية لما كل المدربين أستاذ إبراهيم يخرجوا ويرتبطوا عاطفياً واجدانياً واحتراماً وتقديراً بالمؤسسة يبقى ماشيين بطريقة لائقة مقتنعين إنما تظلموش تالت حاجة واخدين حقه لأن أي حاجة من دول تسقط يبقى هتجد هجوم مش هتجد تقدير والعب وده اللي بنشوفه في حالات أخرى كثيرة مش موجودة في النادي الآن دي لحظات دخوله في بداية التعاقد كل المدربين اللي عندها مشاكل ولا واحد منهم من اللي ضربوا النادي الآن يعني كل مشاكل المدربين في مصر لم تكن إطلاقاً من بينها مدرب ضرب النادي الآن ده يعني ورينا حجم هذا هذه المؤسسة المنضبطة اللي لازم نزه بها حتى لو إحنا مش راضين عن نتائق كرة الخضر لكن تبقى علامات بتقولك إن فيه شيء محترم وشيء صح بيحصل لازم ندعوه عشان كده كل علاقة نجحة أو غير موفقة بتنتهي يعني من والجوزي على نجاحاته المبهرة مع الآلي العلاقة انتهت غير من المدربين اللي محلفهمش التوفيق أيضاً العلاقة انتهت ما يبقى هو إيه شكل الزكرة اللي كل مدرب خارج بيها العلاقة الرسمية لكن العلاقة ما تنتهيش طبعاً لحد النار ده احنا شايفين فيس عمل آآ فيس عمل ازاي شوف ديترش فيس علاقته بالنادي الآلي وجوزي عمل ازاي شوف من والجوزي عمل ازاي وهدو كنتي لحد ممات كان عمل ازاي يعني أذكر المدرب الألماني ديكسي اللي كان كابتن صالح جابه في الفترة الاهتمام بالألمان راينر هورلمان راينر تسوبل ديكسي ديكسي خاد كاس مصر بس وهو ماشي كان بيبكي وهو بتعمله حفل التوديع كان بيبكي انه ماشي وكان نفسه يقعد تعملت له في أحد الفنادر الكوبر على النيل بالزبط كان حاجة كان الحريص الاهلي انه زي ما اتكرم منو الجوزي قبل كده مع نهاية عمله اللمسة او الاسلوب الحضاري اللي بينهي به علاقة العمل مع كارتيرون خلت الراجل زي ما بدأ مع الاهلي بحب زي ما قال انه ده كان حلم ساعدتوني عليه وحققته بس كنت اتمنى ان انا كمان اسعدكم هو وهو بيدرب ودي ديجلة وهو بيدرب مازينب الكنغولي شاف قد ايه قيمة الاهلي ومكانة الاهلي وشعبيت الاهلي ونجاحات الاهلي وسيستم العمل في النادي الاهلي عشان كده كان الاهلي بالنسبة له امل ورغبة كان العمل في النادي الاهلي بيمثله رغبة ضحة من خلال عمله في احد الاندية الامريكية يدفع شرط جزايا عشان ييجي يدرب النادي الاهلي وهو اللي سعل ده وهو اللي كان سعيد جدا بهذه العلاقة ارتبط بعلاقة عمل محترمة جدا لقى كل الاحترام والتقدير من كل الاطراف النتائج مساعدتهوش المردود العام مجاش في الدرجة اللي الناس عايزاها النتائج المبهرة بالضبط لان هي في سعادته اوي في الاول اوي اه يعني هو اول ما مسك عمل مجموعة من نتائج المبهرة صحيح وحطينا على خريطة كنا رمينا توبيطها بالضبط لكن في الاخر برضو في الاخر العبرة بالنهايات بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر